معاها طول تانية اسمها الستامب هي معبودة هي اسمها pattern stamp tool دايما عشان الاختصار بنسميها الستامب بمجرد ما بتكليك على الستامب بتاعك بتلاقي ما سكينك بتشتغل بفرشة ممكن تغير الهاردنس وتغير ال dimension ال diameter بتاع الفرشة بتاعتك بدلا ما بتشتغل بcolor بتشتغل بpattern انا دلوقتي هروح اختار pattern من دول تمام احنا تعرضنا للpatterns مع وفاكرينهم ونقدر نختار pattern الثانية من هنا اوكي انا هاجي ااخد ال pattern بتاعي ده وابتدي اشتغل به اوكي اوكي ادي ما اوكي 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 ااخد من المود وابتدي اوكي leb-viv lemn yaqul altern اشتغل على الجزء بتاعي الجزء بتاع ده زي ما بيتأثر بالمود وبيتأثر بالأوباسيتي كمان في شوية بريست موجودة جهزة بوقت تعالوا نشوفهم واحد واحد كده نشوف هاعمالوا ايه اوكي 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 هارجع للمود انا دولاتي كله زيرو كله مية في المية وهاختار واحد تاني هلعقي ان هو عامل بريست مسايفها بايه مسايفها بالدرجة اللي اتعملت بيها ان ده الوباسيتي بتاعته تلاتين في المية والفلو بتاعه مية في المية لو حاجع لده واحد وستين ومية في المية ده برضو واحد وستين ده مية في المية اوكي اوكي اختار ده مسلا انا اشتغلت بيه اوكي هاشتغلت بي تاني اوكي بيدي افكس زي القماش اوكي اوكي اه هنجرب ده مسلا اوكي 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 ما حاجع تاني اوكي اوكي